اهلا يا طاري اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل يا حبيبي اتفضل اهلا اهلا اول مرة زورنا من غير ما يكون فيه شغل بيننا اه اتمنى اكون ديف خفيفة على حضرتك اه طبعا يا حبيبي انت مرحب بيك في اي وقت انت شاب محترم وخلوق وانا مجربك بنفسي كفاية شهدتي فيك اه تشكر جدا انا مش عارف ابدأ انين فانا اخوش في الموضوع على طول انا طالب ايد حفيدة حضرتك لانا سأميرة شوف يا طاري انا سألت عليك وعلى قسرتك ده بعد اميرة ما فتحتني في الموضوع وعرفت انك عايز تتقدم يعني انت قسرة محترمة ووالدك فنان محترم انت شاب مكتهد وخلوق وطموح وانا بحب فيك طموحك لانك بتفكرني بشبابي وانا صغير بس انا عندي مشكلة صغيرة كده خاصة بايلتك مشكلة ايه انا مشكلة يا طاري مع اختك صار لا خديجة خديجة ما لها خديجة الحقيقة طارق سألته وعرفت انها عندها توحد وطبعا المرض مش عيب يعني ده مش بيقديها لكن دايما نقوله ايه الوقاية خير ومنع العلاج وانا سألته دكتور متخص في الحقيقة دي هو وارد ان اي حد يخلف ويبقى اولادهم عندهم مرض هو وارد برضو ان اي حد يخلف واولادهم يبقى سلام وبعدين ممكن يحصل لهم اي ازمة صحية في نص حياتهم غير اي مقدمات حبيبي انا احترم وجهة نظرك ورأيك بس انا زي ما قلت لك اميرة دي حفت الوحيدة وما اقدرش اغامر بمستقبلها هي ممكن تكون فرحانة دي بلوقتي وموافقة عليك مش مدركة جوانب الموضوع كله بس لكن انا واجب علي ان انا احميها حتى من نفسها خاطر بيه انا اسمي طارق فواد براهين موظف حسابات في مصنع عن سيادتك ابوي راجل فنان محترم وامي ست مدرسة فاضلة واختي خديجة طالبة في كلية حسابات ومعلومات ومن المتفوقين برغم بس ان هي عندها توحد دي زروفي لو حضرتك موافقة عليها فتماني لكن لو حضرتك مش موافقة على زروفي فأنا قاسف جداً للموقف اللي انا عرضت حضرتك ليه لا 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 يا حبيبي انا مقصدش مقصدش ان انا اجراحك يا طارق انا بس عايزك تقدر موقفي وحطي نفسك مكاني ما اقدرش اغامر بيكم انا بحبوك انتو الاتنين ارجوك ارجوك تحطي نفسك مكاني انا مطفقة واسف لحضرتك مرة ثانية لحظة اسمي انا اسف ليه كده يا جدو؟ خديجة ايه اللي حضرتك بتتكلم معنا؟ الخديجة دي احسن واحدة في الدنيا؟ حبيبتي انا خايف عليك انت بتعرفش حاجة ياسين؟ فيه يا حبيبي قاعد كده ليه عالسلم؟ ما قدرتش اروح البيت بسبب ده قايف ور ليه لماما؟ ايه تاي حبيبي تاستدعق والي ايه امر ياسين؟ يعني ايه؟ انت لسه مراويحش البيت لحد دلوقت؟ ماما لو عارفه تتموتني؟ اشوف كده ماما كد عمات اتصل بي؟ إيه اللي حصل يا حبيبي خلهم يدوك واستدعقوا ليه أمر في المدرسة؟ والله العظيم أول وآخر مرة مش عاملها يدقني بتعيت ليه يا حبيبي فيه إيه؟ إيه اللي حصل؟ الأستاذ مكدي مدرس العلعاب تقفشني أنا وصعب يوحبا مشرب بتشرب ايه؟ بتشرب ايه؟ بتشرب ايه؟ بتشرب سجير؟ والله العظيم مش عايزة رابع يا عمرو والله بتشرب ايه؟ بتشرب سجير يا سين؟ ليه كده يا سين؟ بلليك معاكي وتنبي ليه عملت كده يا سين؟ تروح فين بس؟ وجاين فع تروح طبعا امسك شانتتك هينبات عندت انت كوسر النهاردة يلا يلا يا سين يلا يلا يا بابا طب يا حبيبي مش هو كان موافق من الأول هو والبنت ايه بس اللي جد؟ اللي جد انه عارف عن موضوع خديجة وراح ساعد الدكتور قالوا انه مرضه راسي وممكن يتنقل للأولاد طب وهو دخل في علم الغيب يعني؟ وبعدين مستعجل كده ليه؟ ما يمكن بعد ما تتجوزي وطلع حد فيكم ما بيخلفش ولا تخلفه عيل سليم وبعدين بعد الشر يموت ولا يعيب؟ ايه يا فؤاد اللي بتقوله ده بعد الشر؟ في ايه يا ناهد؟ ويا خديجة ماله؟ ما صايد ولا رجل؟ عم فاكرة يا بابا انا قلت له الكلام ده بالزبط وقلت له دي عينتي ودي ظروفي طب يا حبيبي لما انت قلت له كده رفض خالص يعني؟ ما عرفش بها ماما خلاص اولا هو عايز يرفض يرفض براحته هو عم خاطر جدا اميرا رفضت بسببي؟ لا يا ديجا لا يا حبيبي انت فهمتي غلط هو ما رفضنيش أصلا ما تكذبش أنا سمعتك لا يا حبيبي هو لسه بيفكر يا روحي بيفكر بسببي لا يا حبيبي تعالي يا ديجا عودي جنبي مش عايزة قاب دخل قبطي والعمل ايه فؤاد؟ العمل عمل ربني هناك منار؟ خير يا سور في ايه؟ انا مش جاي اتكلم معايكي عن حاتم حاتم بالنسبالي صفحة صودة بحاول انساها عمل في ايه بقى؟ مش دي عربيتك؟ يا بجحتك وكمان متصورة في عربيتي وانا كنت عرف انها عربيتك؟ المهمة دلوقتي عرفتي مين اللي سرقها طب ممكن تبعت سيلي الفيديو ده؟ اكيد اكيد